لو شألتك مين أفضل ثلاثة يبدأوا في نص الملعب بكرة هم نتكلم في وسط ملعب منتخب مصر مليار لعبة مميزة جداً اي ثلاثة يلعبوا هتقول هم دول الحلوين بس من وجهة نظرك مين الثلاثة الأفضل طبعاً في حيرة حلوة عند روي فيتوريا صح عنده بروفايلات كتيرة جداً في وسط الملعب مين الأفضل اللي هو يلعب ومين الشكل بناء طبعاً على مجراءات المطش بناء فيه تلاتة اللي هيبتدوا في واحد منهم هو على طول أساسي مع روي فيتوريا وهو حمدي فتحي حمدي فتحي آخر ثلاث مبارات لمنتخب مصر قدام تونس وقدام زنبيا وقدام الجزائر حمدي فتحي اللعيبي الوحيد اللي لعب تسعين دقيقة من ثلاثة لفوسط الملعب ليه يا كريم بنقولك بص هنا الحصائيات بتاعت حمدي فتحي قدام تونس لعب تسعين دقيقة التميرات صحيحة بتاعتك أربعة واربعين من ستة واربعين التحامات النجحة هو أكتر لعيف في منتخب مصر في ثلاث مبارات كسب التحامات اتناشر للتحام من ستاشر وعمل أربع اعتراضات انترسيبشن وصدد تزديدها واحدة بس ما جاتش على المرمى نشوف الاحصائيات بعدها سريعا دي أرقام حمدي فتحي برضو قدام زنبيا لعب مية وخمسة دقيقة التميرات صحيحة تكتين واربعين من أربعة واربعين تمريرة التحامات النجحة كانت أقل شوية كانت ستة من أربعة واربعين وبرضو عمل أربعة انترسيبشن وسدد تلات تزديدات منهم اتنين على المرمى نشوف الأرقام اللي بعدها كانت أرقام حمدي فتحي قدام الجزائر اللي عمل مباراة بطولية كبيرة جدا لعب منتخب مصر عشر لعبين لعبت واحد وتسعين ديئة عمل الرقم ده أعتقد في حاجة تبقى صح أربعة واربع تاشر من سبعتاشر مش أربعة ولكن أنا عاوز أكلمك في حاجة على حمدي فتحي قبل ما نستقلق تلات أربعة حالات سريعة يلا أنا عاير فاضل لك ديئتين ايه ليه حمدي فتحي هو أهم لعب مفروض يلعب مع ريبتوري حمدي فتحي اللعيب الوحيد اللي في منتخب مصر اللي بيقدر يؤملك بكل الأدوار الهجومية بنفس قوة نفس الأدوار الدفاعية حمدي فتحي آخر مبارتين مع منتخب مصر يا كريم هو اللي جاب الهدف وهو اللي صنع الهدف في آخر مبارتين الدمزة هنا عاوز أكلمك دي في أول ديئة في مبارات ماتش زامبيا نرجع تاني من الأول سريعا هو ما تلات حالات بالظبط نرجع تاني من الأول وبقولك على أدوار اللعيب رقم 8 هنا بالظبط نقف فتح وترزيجي وحمدي فتحي حمدي فتحي يقوم بالدور ده هتلاقي أول ما راجل يلعب له الكرة عنده مست التزديد اللي بنتكلم عليها في وجود إمام عشور لا الراجل بيعمل أدوار الهجومية وبص يا كريم دايما بيدخلوا أجريسف جدا حمدي فتحي مجهود والبدن مش طبيعي طب كرة تانية كرة تانية أوريالك بص الراجل بقى فين ارتداده سريح جدا هو اللي بيطلع الكرة بيعمل زيادة الدفاعية حمدي فتحي في كل حتة في الملعب الجون هنا بتاع ماتش مصر والجزائر هو اللي جاب حمدي فتحي بالفولو بتاعه كل حتة في الملعب حمدي فتحي بموجود وهو اللعيب الوحيد اللي مع روي فيتوريا لعب تقريبا كل المباريات إلا مباراة واحدة بس ما لعبهاش كاملة فده يثبت لك أن حمدي فتحي هو أهم اللعيب مع منتخب مصر مع روي فيتوريا في نص الملعب ولكن اللي اختلاف هيكون سريعا ما بين يا النني يا زيزو ولازم زيزو حمدي فتحي وزيزو ونني دول بنسبة كبيرة حمدي إمام زيزو ده الشكل لناس منتخب مصر حمدي ستة حمدي إلعب ستة وعلى شماله يبقى إمام وعلى أيمينه زيزو لأن أنت المنافس بتاعك أنت مش محتاج أن يكون عندك لعيبة في الملعب عندها دور دفاعية فأنت محتاج كل لعبة يكون عندك كسافة جميع عشان تحقق نتجة كبيرة وتدي درس لكل المتخبات اللي هتلعبها بعد ذلك